ولمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان الأمير خالد بن فيصل السفير السعودي لدى الأردن أهلا بك معنا الأمير خالد ودعني أبدأ معك بدوافع مبادرة الملك سلمان لمديد العون للأردن في هذا الوقت الحساس ما هي؟ مساء الخير اختم انتهى أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك المملكة العربية السعودية دائما تنظر إلى الأردن كدولة شقيقة عمق لها ومساند لها في جميع القضايا العربية والعالمية ومبادرة الملك سلمان مملكة العربية السعودية دائما كانت قدوة وممعازرة أخوانها في دول خليج مثل الكويت والإمارات والبحرين في دعم الأخوة في الأردن من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية والمعنوية لماذا السعودية والإمارات والكويت هذه المرة؟ يعني ثلاث دول مهمة في الخليج والله يا أختي منتهى تم الاتفاق في 2011 في مؤتمر القمة الخليجي بإقرار منحة خليجية تقدر بخمسة مليار دولار نصيب أربع دول منها كل دولة بليون و250 مليون دولار التزمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات الشقيقة بنصيبها من هذه المنحة ولم تلتزم الدورة الرابعة بهذه المنحة والآن الأزمة الاقتصادية التي وجدت بالأردن واليعاني منها الأردن تتطلب دعم ووقوف الأشقاء مرة أخرى وبما أن الدولة الرابعة لم تلتزم بحصتها في هذه المنحة السابقة فأنا أعتقد أن القيادات في الدول الخليجية الثلاثة وصلوا إلى نتيجة أنهم هم الذين سيقومون بهذا الدور بقيادة المملكة العربية السعودية ولهذا السبب هنا تكون ثلاث دول وليس أربع أي شكل ممكن أن يأخذ دعم الأردن في المرحلة المقبلة؟ هل سيأخذ شكل المساعدات المالية أم شكل المشاريع الاستثمارية ومشاريع استثمارات؟ ثم هل سيكون هناك تنسيق بين الثلاث دول مع الأردن؟ يعني الثلاث دول معا مع الأردن في أي مشاريع قادمة؟ أخت منتهى لنأخذ المنحة السابقة المنحة السابقة ركزت على المشاريع من ناحية البنية التحتية الرعاية الصحية الطرق المشاريع الصرف الصحي ونقل المياه في بعض المدن الأردنية وهذا تنسيق كامل ما بين الدولة المانحة وبين مملكة الأردن الهاشمية بتنسيق معهم الأخوان الأردنيين يختاروا ما هو أفضل لهم والدولة المانحة تنسق معهم في المسائل الفنية ومن يقوم بالمشروع ومراقبة المشروع حتى انتهائه أما الدعم الحالي فأنا أعتقد يجب أن ننتظر حتى الزعماء ينتهوا من قمتهم ثم تتضح الصورة أكثر ولكن أحب طم أن الأخوان في الأردن أن هالاجتماع لن يخرج إلا لمصلحة عامة وإن شاء الله فيها الفائدة للجميع ولكن الأهم هو الاستثمار في المواطن الأردني لأنه هو الرأس المال الأردني فأنا أعتقد أنه سيركز على خلق الوظائف في الأردن والوظيفة العرفين هي أساس الاقتصاد هي النواة حقة الاقتصاد تجعل الشخص من شخص مستاهلك إلى منتج ومن هنا منتج إذا صار الفرد منتج وصار له دخل فتدور العجل الاقتصادي إن شاء الله الأفضل في مملكة الأردن وكله بحسن وازنة البلد الأفضل ننتظر بالضبط أنا ما أبدأ أستبق الأحداث نحن بالتدار للاجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة ستظهر نتائج هذا الاجتماع بإذننا لنتابع وإياك الأمير خالد هذه النبذة عن العلاقات السعودية الأردنية بالتحديث وما سأعود إليك ترجمة نانسي قنقر مرة أخرى الأمير خالد يعني أنا ما أبدأ أستبق الأحداث ولكن فكرة خلق الوظائف للأردنيين إذا سمحت لي أسأل إذا كانت وظائف في الداخل الأردني أو وظائف حتى في الدول الخليجية الثلاثة التي تجتمع مع الأردن اليوم أنا أعتقد أنه سيكون مزيج من هذا المهم أن تكون وظائف ذات استمرارية لا تكون وظائف مؤقتة حتى يكون هناك دخل ذا استمرارية للاقتصاد الأردني الأردني به طاقات خاصة في مجال الإي تي والمصارف والذي يقولون مثل ما يقولون الإداريين الشركات الكبرى الأردن يزخم بهذه الطاقات من الأفضل أن تستغل في المنطقة لترمية هذه المنطقة ولا أعتقد أن هذا الاتجاه سيخيب أمل أي من الدول الأربعة هل هناك أهمية خاصة لاستقرار الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية والله أخط منتهى استقرار أي دولة عربية يهم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية كانت طول سياساتها من عهد المؤسس جلالة الملكة عبد العزيز رحمه الله ويتسعى لاستقرار الدول العربية استقرار الدول العربية هو استقرار المنطقة استقرار للمملكة العربية السعودية المملكة كانت دائما قائمة على أن تكون الدول العربية مستقرة ذات كيان مستقل ينعم بالرافاهية والأمان فعامة وطبعا الأردن خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية المملكة الأردنية وهو الهاجمية دولة حدودية لا ترضى أي دولة في أي العالم أن تكون بجوارها دولة حدودية غير مستقرة نتصور كيف العلاقة الأخوية الأردنية السعودية وهي دولة حدودية فأعتقد أن العلاقة واستقرار الأمن الأردني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا استراتيجية سعودية مثل ما هي استراتيجية سعودية لكل دولة عربية وهي علاقة تاريخية بين البلدين وبناء على تاريخ هذه العلاقة طبعا ما دور هذه إذا سمحت لأسأل إذا إلها دور خاص في مواجهة تحديات المنطقة في الاستحقاقات المقبلة نحن مقبلون في المنطقة كلها على استحقاقات جديدة في دور خاص للعلاقة الأردنية السعودية نعم أولا لازم نذكر التاريخ في هذه العلاقات هناك امتداد تاريخي سعودي أردني ليس على مستوى القيادات فقط بل على مستوى الشعوب امتداد قبلي امتداد عائلي اجتماعي هذا يجعل الأردن خاصة أو خاصية بالنسبة للمملكة العربية السعودية فالتنسيق مع الحكومة الأردنية والقيادة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني أدامه الله وفقه يجعل هذه الاستحقاقات التي تقال في الدهريس السياسية مجهز لها سياسيا سعودي أردني وحتى لا نأخذ على حين غره فالتنسيق قائم الحمد لله والاستحقاقات التي تقال لن شاء الله تكون مفاجئة لنا ولن تكون عكس ما نتمناه لهذه المنطقة بإذن الله الأمير خالد بن فيصل أسفر السعودي لدى الأردن ألف شكر لك على المشاركة معنا كان ضيفنا طبعا من عمان شكرا جزيلا شكرا على هذه الفرصة يخط منتها